اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اهلا بكم في يوم جديد مع فكرة ماما شو شو اللي اول مرة يشوفني ما ينساش يعمل سبسكرايب او اشتراك ويفعل زر الجرز النهاردة باذن الله جايلكو بقى لزو اخاف بان كيك ممكن تحضروه بمقادير موجودة في كل بيت هنحضر ببان كيك الياباني طريقته سهلة جدا وبسيطة وطعمه في منتهى الرواع حاجة كده لذيذة قوي وما بتاخدش في ايدينا اكتر من خمس دقايق تقريبا هنعمله بصاصل نوتلا وهنحشي برضو نوتلا ازاي نعمله بقى مقلبز وهاش هنعرف الحاجات دي مع بعض والتكات دي مع بعض في الفيديو يلا بينا نبدأ بولا بقى كده معينا وهننزل في بيتين بيدورت تانية ورشة فانيليا واربع معالق سكر كبار وتلت كباية زيت بالزبط او سبع معالق زيت كبيرة وهنقلب كل المكونات دي مع بعض وبعد ما يختلته كويس هنزل بكباية دقيق متعدد لاستخدامات وبعدين هقلب كله ببعضه طبعا هلاقي العجينة سميكة جدا هننزل بعد كده بربع كباية ميا او ربع كباية لبن زي ما تحبي وبعدين بتقلب كله ببعضه لحد ما يتبقى بالقوام ده بالزبط كده كده تمام هنغطيها ربع ساعة ترتاح وبعد ما ترتاح الربع ساعة هننزل في طاصة سخنة نوطي نهدي النار عليها بقى بعد ما بتسخن و هحط البانكيك انا مقربة الكاميرا عشان تشوفوا تفاق التفاعل و درجات التسوية للبانكيك بصوا لونه جميل مش محروق مش غامق و في نفس الوقت قلبز معينا و استوى من الجنبين ده ضهره زي ما احنا شايفين كده هحط النوطيلا و ممكن كمان نحشيها بحشوات مختلفة ممكن نحشيها سوس كرامل او مربة زي ما انتو حابين حاجة كده تنفع للفطار ما بتاخدش ولا وقت ولا مجهود طريقة سوس الشوكولاتة بقى بنجيب 3 معالق كاكاو اسباني غير محلة بنحط عليهم معلقة و نصف سكر بودر و معلقة لبن بودر و ربع كباية لبن او مية زي ما تحب اللي اتنين بنفس النتيجة و نفس الطعام وبتقلبي كله في بعضه كويس جدا وبس الموضوع سهل جدا وبسيط ولذيذ جدا زي ما انتو ما شايفين يارب الفيديو يكون انايل الغرض وكون دايما عند حسن ظنكو شكرا جدا على تعليقكو جميلة لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك بيشجعني كتير اجيلكم و مفاجآت وبحاجات تانية كتير حلوة ولو اول مرة تشوفيني انا ماما شوشو ما تنسيش تعملي سبسكرايب او شتراك و اتفع علي زر الجرز عشان يجيلي كل جديد و شكرا جدا سابكو مع الفيديو السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة